البنك الدولي يعلن تمديد استراتيجية الشراكة مع مصر حتى 2021 ووزيرة الاستثمار القرار سيساهم في دعم فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وزارة الداخلية ضبط قضايا تهرب ضريبي بحجم تعامل خمسة وتسعة من عشرة مليار جنيه خلال شهر ووزارة التربية والتعليم تعلن فتحها بالتقدم للمدارس اليابانية إلكترونيا حتى 15 مايو الصحف العالمية تحتفي بفوز الفارس المصري نايل نصار ببطولة الأساتذة بأمريكا ترجمة نانسي قنقر مساء الخير مرحبا حضراتكم معانا يوم جديد متابعة لآخر الأخبار في الحياة اليوم مساء الخير يا خيل مساء الخير يا لبنة مساء الخير على حضراتكم وحلقة نهاية الأسبوع من الحياة اليوم نبدأها بأخبارنا المحلية بداية أخبارنا هتكون الملف الاقتصادي وخبر إيجابي جدا دي ما احنا لما بنقول لحضراتكم مهتمين بمتابعة خطة الإصلاح الاقتصادي اللي مصر شغالة ومستمرة فيها وردود الأفعال الدولية بخصوص الملف النهاردة مجموعة البنك الدولي أعلنت أنها هتمد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 هي سنكة الشراكة دي من 2015 ل2019 فأعلنت أنه هيتم التمديد لمدة سنتين تانين يعني هننتهي في 2021 بعدما أظهرت الإصلاحات الاقتصادية اللي بتنفذها مصر علامات نجاح مبكرة وقالوا أنه تم إعلان هذا القرار بعدما قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي اللي بيعرف باستعراض الأداء والتعلم زي بقول لحضراتكم المؤشرات والكلام اللي بيتقال أنه الهدف من هذا التمديد أنه هيحافظ على زخم الإصلاحات اللي مصر شغالة فيها لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل وخلق فرص عمل زيادة الفرص للجميع تحسين مستوى المعيشة المواطن وهيركز إطار الشراكة مع مصر على أنها تزود توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص جهود الحكومة الإصلاحية اللي بيسندها إطار الشراكة ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنتعاش النمو وأنا بقول لحضركم كلام البنك الدولي وإنتعاش النمو تقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة وانخفاض التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي كتعليق على هذا الخبر دكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت أن قرار البنك الدولي بتمديد إطار الشراكة مع مصر لمدة سنتين تنيين ده يعني هيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة هيتم التعاون مع القطاع الخاص بشكل كبير وهينعكز ده على دخل المواطن على مستوى معاشته بالإضافة كمان لزيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة المجالين اللي الدولة يعني مركزة عليهم قوي مجال الصحة والتعليم واللي بتعتبر أولوية لدى الدولة المصرية بالإضافة كمان أنه تمديد هذه الشراكة هيساهم أنه هذا يدعم مصر أنها تتحول لاقتصاد رقمي زي بقول لحضراتكم ردود الأفعال المتعلقة بمتابعة جهود الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بمصر احنا بنتبع مع حضراتكم بشكل دقيق جدا لأن ده بيدي مؤشرات وبيكون لي دلالة مش بس على مستوى هذه المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بتصنيف الوضع الاقتصادي للدول لكن كمان أنها بتدي شهادة ثقة بنخلينا وإحنا بنتكلم على جذب الإساسمارات الأجنبية يعني مناخ بيئة الأعمال إزاي أنك بتروج لفرص الإساسمارية اللي موجودة عندك الكلام ده وهذه الشهادات بتكون ورقة قوية جدا جدا وانت وبتقوي موقفك الاقتصادي أثناء التفاوض أو أثناء شرح وضعك ومحاولة جذب إساسمارات أجنبية أكتر إحنا معنا على التليفون للتعليق دكتور فخري الفئي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق مساء الخير دكتور فخري أهلا وسلام بحضرتك نور أهلا بيك كل سلام حضرتك طيبة يا دكتور أنت طيبة أهلا دكتور فخري يعني رأيت حضرتك إيه لإعلان البنك الدولي تمديد الشراكة مع مصر إيه اللي بيعنيه ده ودلالته وأشوفي البنك الدولي دائما يعني ما يرصد لمصر كل خمس سنوات مبلغ حسب ما تقدمه مصر من مشروعات خاصة مشروعات البنية الأساسية أن البنك المركزي معني بتمويل البنية الأساسية وكان الطاقة والبنك الدولي ساهم في مشروعات الطاقة أسل الصديقة للبيع الشمسية وتاقت الرياح أيضا في مجال الإسكان الاجتماعي في مجال الصرف الصحي في مجال التعليم في مجال الصحة وبالتالي في هذه الحالة هذه المبالغ اللي مصر طلبتها يتم رصد يعني ما هو متاح لكل دولة فمصر بيخصص لها مبالغ معينة كل خمس سنوات طبعا لابد أن احنا نعرف أنه برنامج الإصلاح الاقتصادي ممتد إلى نهاية هذا العام طبعا البرنامج اللي صندوق البنك الدولي بيموله مع صندوق النادي الدولي من سنة 14 إلى سنة 19 كل خمس سنوات لكن لكي تكتمل البنية التحتية وإصلاح الهياكل والمنظومات المشوهة في جسم الاقتصاد المصري أنا البنك الدولي بيرى أنه تمليده لمدة سنتين أخريتين مهم جدا حتى تستكمل هذه الإصلاحات الهيكلية إلى جانب الإصلاحات المالية سؤالي يا دكتور فخري اللي بيتابع والغير متخصص في الشأن الاقتصادي يعني البنك الدولي شاركته في المجالات اللي حداك أشرت لها لها علاقة بأنه البلد دي يعني اللي بيشتغل معاها وبيشترك معها البلد دي نكحة إصلاحها اقتصادي شغال ولا بغض النظر هو بيتعامل وبيدخل الإصلاحات دي يعني بعيدا عن وجهة نظره فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأي دولة طبعا بالمتابعة مع صندوق النقد الدولي لازم نخلي بالنا أنه الصندوق مهمته هو الإصلاح المالية سواء كانت متعلقة بعجز الموازنة للدين العام بالاحتياطي سعر الصدار في كل المسائل المالية بالإضافة إلى ميزان المتبعات وإصلاح الخلل في ميزان المتبعات والمسائل المالية إلا أنه البنك الدولي على الناحية الأخرى يهتم بضرورة تمويل المشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وأهمها التعليم الصحة ولذلك عندما نجد أن البراجعات الدورية الصندوق النادي الدولي يقوم بيها وأن النتائج على مستوى الاقتصاد الكلي إيجابية وأن وكالات التصنيف الاقتماني بتؤكد أن ما تحققها في مصر هو إنجازات وبالتالي حسين التصنيف الاقتماني للمصر لأن مصر التعامل معها من قبل المستثمر الأجنبي وكل متعامل مع الاقتصاد المصري بأن المخاطر التي تعرض لها بتنخفض باستمرار كل هذه الإيجابيات البنك الدولي يرى أنه لابد هو الآخر أن يدعم استمرارية هذه الإنجازات وهذه النتائج الطيبة في هذه الحالة بأنه يمدد تمويل المشروعات البنية الأساسية التي ما زالت نظر طب إحنا ليس بس البنية الأساسية يعني كلام دلوقتي عن القطاع الخاص ويكون حاضر في الاستثمارات الصحة والتعليم يعني هنا بالحديث عن الأولويات مين اللي بيحددها يعني رؤية الدولة رؤية البنك الدولي أو يعني بيكون برضو بالشراكة في إطار الشراكة ما بينهم لو بصينا إلى أنه صندوق النادي الدولي في مراجعاته يؤكد دائما على ضرورة أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية بعد الامتاءة من عملية الإصلاح الاقتصادي اللي هو علاج الاختلالات المالية تمام لكن الدولي بيؤكد على هذا بأنه وهو المعنى بهذا أن القطاع الخاص في أي دولة هو الكفيل بأنه يعني يحسن من الأوضاع المعيشية في هذه الحالة جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي إذا ما كانت هناك حاجة لمشاركة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في هذه الحالة عشان كده بنقول أنه يعني أي دولة تريد أن تنهض في هذه الحالة إذا المبادرة الفردية هي الأساس القطاع الخاص واللي يقود هنا بنجد أنه مبادرة المبادرة البنك المركزي بضخ مئتين مليار جني مصرية خلال أربع سنوات الماضية التي تنتهي هذا العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر ده دعما للقطاع الخاص لأنه هو اللي بيولد فرص العمل لأن الحكومة اكتزت خلاص ما عادش عندها بالنسبة للصحة والتعليم هنا بالنسبة إحنا عاوزين نتحول من يعني مستحلكين للمعرفة أن المنظومة التعليمية خلال المنظومة التعليمية الجديدة في هذه الحالة نبدأنا بها برياض الأطفال وخلال الـ 12 سنة اللي جايين يبقى عندنا قدرة أولادنا والجيل القادم يبقى عنده قدرة على أنه ينتج المعرفة والابتكارات في هذه الحالة وليس مستهلك للمعرفة اللي قاتلها من الغرب ولذلك المنظومة التعليمية القائمة على اللي هو القدرة على الفهم والقدرة وتنمية القدرة على التحليل والابتكار هو ده المستهدف من هذه المنظومة التعليمية والبنك الدولي ممكن يدخل معانا في هذه الأولوية السمار في العنصر البشري طالما حطيت رجلك على أول الطريق صح وهو منظومة تعليمية جديدة تقوم على الفهم وليس التلقين والحفظ والقدرة على أنه خلال جيل يستطيع أنه يبتاكر ويولد أفكار قابلة للتطبيق البنك الدولي يجد يسعد أنه يمول مثل هذه المنظومات شكرا جزيلا للاقتصادي طبعا دكتور فخري الفئي مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا شكرا لحدك على وجودك معنا يا فند طيب من المبارح وفي دعوات في فرنسا لتظاهر في يوم عيد العمال الدعوات كانت بتوع الجلي جون اللي هم السطرات السفراء اللي هم ينزلوا في فرنسا ويعملوها زي يوم سبت إلا أنه في جماعة في فرنسا اسمها البلاك بلوك الجماعة دي من المتطرفين اليساريين الناس اللي بيكرهوا الرأس المالية والجماعة دي ظهرت في التمانينات في ألمانيا وانتشرت في أوروبا كلها ومش لقيت لها حل يعني لا فرنسا ولا ألمانيا ولا أي دولة في أوروبا لقيت لها حل دول شباب لابسين سود بقناع سود ودايما شايل في إيده فاس صغير وبيروح على مكينات البانك الـ ATM هو بيعتبر ده مظهر من مظاهر الرأس مالية ويوم مكسرها وياخذ الفلوس اللي فيها ودايما دايما دايما في فرنسا بالزاد يدخل على البانك يكسره وياخذ الفلوس ويجري بسرعة رهيبة والبوليس يقبض على ناس تانية يعني دايما الفرنسويين يتريعوا على البوليس في حتة دي إنه البلاك بلوك حريفة قوي في موضوع كسر البلوك وبنوك فين بقى في قلب الشنزريزيه وده الكلام ده مش بقوله لحضرتك مثلا بمناسبة المظاهرات اللي شغلت دلوقت ده بقالها سنين والبلاك بلوك ده مش تلاقيين له حل في أوروبا كلها فرنسا بتخسر مليار يورو كل يوم ثبت طيب عملوا ايه نزلوا النهاردة بدأوا في حتة اسمها مومبرناس يعني مداني التحرير بتاعنا يعني مومبرناس اتجمعوا في معاد محدد وكانوا منظمين جدا وبدأ اللي حضرتكم شايفينه ده بقى ده فين ده يا أولاد ده في باريس الحرية والمساواة والإخاء يعني أنا النهاردة قاعد اتفرج على فونس بانكات بصراحة مزهور يا جماعة بقيت حرب شوارع الناس اللي سكنة في العمرات دي يعني منهم أصدقاء وناس قريبنا وناس حبيبنا ومثقفين وأسات زياد جامعة بقوا في حالة رعب الشوارع دي يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إنها مثال الجمال إنت تمشي هنا تلاقي نجوم هوليود ماشيين بيتماشوا الكافيهات بقى اللي ما حصلتش الريستورانات اللي هي سانكتوال وحاجة بقى إيه النهاردة زي ما انتم شايفينه حرب شوارع في فرنسا وبقى السؤال اللي يعني مكسوفة طرحوا بيني وبين نفسي ومش عارف يدور الحوار ده بيني وبين نفسي وإحنا في سنة 2019 هو هي دي الديمقراطية يعني هو كده ده اسمه ديمقراطية أنا أنا مكسوفة نطرح الحوار ده أنا أؤمن بالديمقراطية وتعلمت القانون وتعلمت في البلد دي وأؤمن بالحرية من هنا لـ 80 سنة قدام بس هي دي الحرية فرنسا يعني لو كنا عادنا نحكي من 50 سنة فاتت إن في يوم الأيام أفني مونتاني ولا ولا الشوارع اللي حواليه هيبقى فيها الضرب ده ما كانش مخلوق يصدق ديمقراطية إيه وفين الأمن يا جماعة يعني هو صنع إيرباس وصنع بيجو وصنع رينو وصنع الرافال وصنع الدنيا دي كلها وفي قلب قلب باريس مش قادر يحكم الأمن بتاعه أصبح الأمن أغلى السلعة ممكن تحصل عليها وكتصنع طيارات وكتصنع صفن حربية لكن مش قادر تحصل على الأمن وللأسف 7500 شرطي فرنسي عجزوا اليوم عن صد هذه المظاهرات وللأسف تنظيم البلاك بلوك اليساري المتطرف مازال يقتحم مؤسسات المصرفية في أوروبا كلها مش بس في فرنسا وللأسف تنازلات من الحكومة الفرنسية مستمرة وبرضو يام يهدأ الشارع الفرنسي وزير الاقتصاد الفرنسي يتحدث عن خسارة بلغت مليار يورو كل يوم سبت المحلات التجارية الحكومة نجدتها أن تغلق كل أبوابها مع أن النهاردة يوم أجازة يعني يوم تسوق بالنسبة للفرنسيين خسارة ما بعدها خسارة شركات التأمين وعف مشكلة دلوقتي مع المحلات التجارية هل اللي بيحصل ده داخل جوة بلست التأمين ولا لا مين هيدفع تمن الخسارة دي كلها ليه الأمن الأمن أغلى سلعة لا تعليم نفع ولا ثقافة نفعت ولا البحث العلم نفع فرنسا دي علمت العالم عشان نكون بس بندي لكل بلد حقه وفيها يعني كل قيم الإنسانية يعني هنفضل طول حياتنا مدينين بالعلم اللي احنا تعلمنا فيها لكن مين دول دول فرنسيين يا جماعة يعني كان زمان بعد ماتشاط الجزائر وماتشاط فرنسا وماتشاط المغرب يقول لك ده العرب والسود هم اللي نزلوا قصاروا شانزلي دي دلوقتي دول مين ده اليسار المتطرف اللي موجود فرنسا ومع ذلك كمان الناخب الفرنسي ما هوش مقتنع بالحكومة المعتدلة ده عايز يجيب اليمين المتطرف وده طالع بقوة في أوروبا كلها وده خطر على كل الدول العربية أرجوكم تدرسوا الحالة اللي موجودة في الشرع الفرنسي دلوقتي وتشوفوا يعني ماذا تفعل الدول عندما تشعر أن الأمن في خطر 200 واحد تم القبض عليه ومن النهاردة لحد الساعة 2 الدهر طبعا على مدار أشهر طويلة احنا بنتكلم في اعتداءات على صحفيين بنتكلم في شكاوى للنائب العام الفرنسي من نقابة الصحفيين بنتكلم في المتظاهرين تمت إصابتهم بنتكلم في عربات السعاف بتجوب باريس شرقا وغربا كل يوم سبت بنتكلم في وقف حال الناس كلها في عربيات قصرت الأمن الأمن أغلى سلعة لذلك أنا أعتقد أنه يجب التفكير تماما أنا مش عايف كامل اللي بقوله ده يتصق مع اللي تعلمناه ده بس الضرورة تحتم علينا ان احنا نحد بالقانون حرية المواطن المخرب لازم القانون يحكم كل سلوك يخرب المجتمع وهلا أرقى المجتمعات بتبوز قدام عينينا الناس اللي ليها ذكريات في الشوارع دي بتبكي على هذه العاصمة عاصمة جميلة النهاردة تعود بهذا المنظر وتشوف أحوال لم تراها في تاريخ ربنا يحفظ فرنسا وربنا يأول وعي عند الشعوب عشان تعرف يعني إيه قيمة الحضارة عشان تعرف يعني إيه قيمة الأمن عشان تشوفوا النهاردة حال الناس وقف عندهم بالشكل ده والأسف مستمرة للشهر التالت على التوالي وخسارة فادحة جدا وخسارة في تاريخ فرنسا أيضا يعني ما افتكرش إنها تنسى من ذاكرة الفرنسية خلونا نرجع برضو ونتبع بقية أخبارنا وفي الشأن المحلي خلينا نشوف موضوع يعني الجدل اللي بيأسير بقيله فترة طويلة يعني عن موضوع أسعار التذاكر تذاكر حضور بطولة أمم إفريقيا يمكن إحنا بنحاول مع حضراتكم نعرض الموضوع من مختلف وجهات النظر يعني لأنه فيه أراء يعني معطاردة وشايفة إن أسعار التذاكر مبالغ فيها وتحديدا أسعار تذاكر الدرجة الثالثة وبتقول إنه يعني روح أي بطولة روح كرة القدم أي لعبة هي في التشجيع في التواجد الكسيف والكبير من المواطنين وتحديدا الدرجة الثالثة إن هم دول اللي بيعملوا الحياة فيه وجهة نظر تانية برضو وعلشان نبقى فاهمين أبعاد الموضوع ونقف بشكل صحيح ودقيق لازم يعني ناخد بعين الاعتبار كده كل الأراء وزي ما تبعنا الأراء المعترضة نشوف الأراء المتفهمة مسألة الزيادة ومبررتها وحضرتك يعني تكون وجهة تترك الشخصية الخاصة بك الأراء اللي شايفة إنه التذاكر يعني غير مبالغ فيها وإنه صعب قوي إنك تعمل يعني مقارنة بين أسعار التذاكر في 2006 والنهار ده في 2019 يعني 13 سنة فرق فبالتالي الحساب هنا هيكون يعني غير دقيق وهنحسبها بشكل يعني هيبقى يعني مبالغ فيه الحقيقة ليه لأنه لازم نحط في الحزبان كده يعني فيه بنية أساسية الدولة اتكلفت كتير في أنها تنظم البطولة دي بالإضافة أنه فيه مصاريف للتشغيل بين البطولتين بين 2006 و2019 فبالتالي فيه فرق حصل في أسعار الفنادق في عدد الفرقة المشاركة في البطولة زاد كمان تكاليف البس البس طبعا المباشر اللي هيتيح لنا نحن نشوف ونتابع المباريات وإذا كان الكلام منصب أكتر حوالين أسعار الدرجة الثالثة للمنتخب الوطني في الأساس واللي بيكلموا أن عددهم يعني بتراوح في المتوسط كده في 40 ألف في المباراة الوحدة فلازم برضو وبنرجع بقول لحضراتكم مرة تانية إحنا بنشرح كل وجهات النظر علشان نقدر نقيم الموضوع بشكل موضوعي ناخد بعين الاعتبار وهبنرجع للتزاكر الدرجة الثالثة والمباريات وحضورها فالمباراة الافتتاحية المشجع هيروح يحضرها هيتضمن معها كمان أنه هيتابع طبعا الحال طبعا حفل الافتتاح المباراة التانية هتدي له فرصة برضو أنه هو يتابع مباراة تانية في نفس المجموعة نروح للمباراة التالتة المباراة التالتة دي هتكون هي مباراة الحسب أنه يعني الفريق هيتأهل للدور التاني للبطولة ولا لا؟ في اعتبارات كتيرة وراء أن سعر تزاكر الدرجة الثالثة البعض شايفها أنه هو مبالغ فيها بنتكلم على كمان أنه في نوعية الجماهير اللي هتحضر المباراة يمكن احنا تبعنا برضو بعض الناس اللي شايفة أنه لا المسألة لازم ترجع مرة تانية لحضور الأسر المصرية أنه كل الفئات الجماهرية لازم تكون موجودة في الحسبان لكن في القلب دايما وعنينا لازم تكون على الحضور القوي للأسرة أن الأب الأم الأولاد يقدروا أن هم يروحوا ويحضروا ويروحوا ويرجعوا بدون أي مضايقات أنك يروح للملعب يرجع منه هو متطمن وضامن أنه ما فيش أي حاجة هتحصله علشان كمان احنا بنتكلم على دي يعني أولا دي بقالنا فترة طويلة جدا سنين بنقولوا بالنادي عودة الجماهير لحضور المباراة بنتكلم أن هذه البطولة هتوزع دم العالم كله فأنت عايز كمان يعني تتوصل وتظهر الصورة الحضرية ونجاح هذه البطولة ونجاح الجماهيري ونجاح الجمهور في الحضور بدون أي مشاكل بدون أي مضايقات بدون أي حاجة فده هيخلي فيه عودة قوية للجمهور بعد كده إن شاء الله نرجع مرة تانية لموضوع القصة بتاعة الأسعار فيه حاجات يعني لها علاقة بالتكاليف إنك قبل كده كنا نتكلم على السوق السوداء إنك ممكن تبقى التذكرة مثلا بمية لكن في السوق السوداء تروح تجيبها بترثمية وبروبومية المرة دي حصل حاجة مختلفة إنهم علشان يحدوا من موضوع السوق السوداء دي ويقضوا عليها فتعمل نظام دقيق جدا علشان إصدار التذاكر وحصل النظام ده مع الأجهزة المعنية علشان تفرد شكل مختلف وشكل آمن وبدون استغلال المواطن وياخد التذكرة بالسعر المتفق عليه ما يبقاش فيه سوداء فبالتالي حم نتكلم على سعر التذكرة يكون قليل بشكل يعني اللي هو معلن إنه هو سعر بسعر كذا لكن في الحقيقة وإنت بتشتريه ممكن تشتريه بأضعاف مضعفة يبقى ده راح للسوق السوداء كمان واحد منتكلم على القصة دي إنها مش هقول مكسب وخسارة لكن لازم مصاريف قدام إرادات مصاريف ضخمة بتستهلكها أي دولة بتنظم أي بطولة وبتحط في الحزبان دايما إن الإرادات هتكون منين إرادات تنظيم بطولة زي كده بتيجي من بندين ما لهمش تالت أول حاجة نسبة العشرين في المياه اللي جاية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مجمل تسويق البطولة أما البند التاني أو الإرادة التانية بيجي منين من حصيلة بيع تذاكر مباريات البطولة ولازم إنه المصاريف تتوازن مع الإرادات مرة تانية بقول لحضراتكم إحنا بنحاول نتابع الموضوع بحيادية نتابع الموضوع من مختلف وجهات النظر المعترض والمتفهم واللي شايف إنه يعني السعر عادل جدا بالمقارنة إنه تتكلم ما ينفعش من 2006 إلى 2019 يعني كل حاجة في الدنيا زادت فبالتالي أنت بتتكلم على زيادة لها علاقة ببنية أساسية تكلفتها الدولة بتتكلم على نظام لعلاقة بالقضاء على السوداء بتتكلم على الفنادق بتتكلم على الإقامة بتتكلم على وسائل النقل والمواصلات بتتكلم على عدد المجموعات أو عدد الفرقة المشاركة في البطولة واللي زادت عن 2006 فبتتكلم كمان على إتاحة الفرصة للأسرة المصرية إنها تكون حضرة بتتكلم على مميزات لها علاقة بالمباراة الأولى المباراة التانية المباراة التالتة فكده يعني على ما أعتقد إحنا بنحاول نغطي الموضوع من مختلف وجهات النظر والتقييم لازم يكون تقييم موضوعي من حضرتك وتشوف الموضوع من مختلف أبعاد لكن على كل الأحوال الموضوع ده يعني أكيد حاضر معنا وهنتابع كل تفاصيله أي تطورات تحصل فيه مع حضرتكم طيب في حاجة حصلت النهاردة بس عايزين نعرف الحقيقة فيها ومهم جدا نعرف الحقيقة فيها عشان ندي عبرة ودرس عشان اللي حصل ده ما يتقررش تاني في واحد عنده حاجة وعشرين سنة تلعفه الهرم الأكبر تسلق الهرم الأكبر والمعلومات اللي الصحافة بتقولها احنا عندنا بيانين واحد من وزارة القصار واحد من وزارة الداخلية المعلومات بتقول أنه حاول مرتين يتسلق الهرم ونجح في المرة التالتة راح بحتة بعيدة كده وبعدين طلع وتسلق الهرم الأكبر ولما طلع فوق بدأ يرمي حجارة على الناس اللي تحت وكان فيه زي ما تقولوا كده يعني حديدة فوق أو خشبة فوق وطلع لي قصة برضو هنقولها لحضراتكم بدأ يخلع فيه وطبعا كل ما حد يحاول يطلع الهرم عشان ينزله بدأ يرمي الناس بالحجار السؤال إزاي طلع لحد الآخر ما نعرفش هل اللي قام بيه ده جريمة لازم يكون جريمة لازم يكون جريمة ولازم أنا أحقق في الآتي يعني أتخيل وأتوقع وكل ثقة أنه النائب العام يعني هو اللي هيقول بقى الكلمة الفصلة لأنه كيف تمكن من الصعود ده واحد في ناسها تتجازة ده الهرم الأكبر ده سمعة البلد كيف تمكن من الصعود ده واحد نمرة اتنين عايزين نحط علامات إرشادية للناس أنه ممنوع عليك واحد اتنين تتربعش تبع عارف ما ينفعش أن انت تعمل الكلام ده جماعة لازم بقى فيه دقة شديدة جدا ده سمعة بلد بعد كده إزاي ده يعني القوال العقلية شكلها إيه ده اللي طلع فوق الهرم عشان يرمي الناس بالطوب كل الأمور دي أعتقد أن النيابة العامة وحدها هي اللي هترد علينا في هذا الأمر لكن الواقع اللي قدامي دلوقتي كيف تمكن من الصعود دي أكيد مسئولية ناس مين هنعرف من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأسر دكتور مصطفى مساء الخير مساء الخير يا أستاذ خالد مساء خير يا أستاذ خالد أهلا وسائل وحضرتك بألف خير معلوماتي أنه عندكم كشف كبير يوم السبت إن شاء الله عند ساعتك حق تماما بس نبدأ بالقصة اللي حصلت النهاردة عشان نوضح النقطة دي لحضرتك والأستاذ أولوبنا وللساد المشاهدين على قناة الحياة صد منطقة أخر أهرام بتفتح الساعة سبعة تقريبا بنتكلم على الساعة سبعة وربع سبعة وثلث دخل أحد الشبان المصريين أعطي تذكرة تقدم من ناحية منطقة الأهرامات عارف حظيك طبعا والأستاذ أولوبنا ورحته الهرام كتير عند كده ودخلته الهرام الأكبر بالأخص من الداخل عشان توصله في كام سلمة كده بتعتلي عليها الغت لما توصل قدام المدخل الهرام في أحد غفراء الآثار اللي بيعمل نوع من الواع الكنترول بيعلم التذكرة ويتأكد بات معاك تذكرة تقول الهرام ده أبدا فهو واقف رجل تقدم عادي ومرة واحدة في أقل من دواني معدودات اتجه ناحية الشمالية الغربية من الهرام ناحية الشمالية الغربية تعارف المدخل في ناحية الشمالية وهو اتجه ناحية الغربية غير اتجاهه وندح عليه يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ بثواني كان الدرج اللي وراها أو المصطبة أو المستوى اللي أعلى منها شوية تقدموا عليه أفراد من شرطة سحو الأثار وأفراد الأمن اللي منتشرين في الموضوع بالكامل ابتدوا التعامل معاك طبعا لو سمحت لو سمحت لو سمحت ما فيش ما سمحت ابتدوا يطلعوا درج مستويين عشان يسنوا عن اللي بيعملوا أو عن طلعته ابتدى يتعامل معهم وعملة مش لطيفة يعني فيش وقت حجارة كده متناثرة ابتدق عليهم الحجارة لا خلاص يبقى خوفا على حياته وحياة الشرطة والأثار وأفراد الأمن ترك الغاية لما طلع على قمة الهرم عارف حقيقة أن الهرم قديما كان مية ستة واربعين متر ارتفاع من ألف سنة تقريبا أصبح مية سبعة وتلاتين متر فاتعمل ساري خشبي عشان يودي الزائرين للمنطقة الأثار الأهرمات ارتفاع الهرم من أصلي كان قد ايه الساري ده خشب حديث الصنع احنا بنجدده كل مثلا عشر سنوات كل خمسلاش سنة على حسب قام معرفش ليه قام بانتزاع جزء من الساري الخشب وألقاه احنا اتحركنا على الناحية الجنوبية لما هو ابتدى يتحرك من ناحية الجنوبية ناحية ملاكب الشمسة أو ملاكب ما يسمى ملاكب خوفه وابتدى يبتدى ينزل سنة سنة استنينا برضو من ناحية الجنوبية جيه على التلت الأخير تقريبا من هرم وابتدى ناحية الغربية تاني طبعا برضو كلنا كشرط سحو الأثار كأفراد أمي كمفاتيشين أثار برضو اتجاهنا عن ناحية تانية ابتدى ينزل بقى سنة 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 لغاية لما كنا جميعا في شرف انتظاره وشركة سحو الأثار أخدناه على اسم الشركة أنا عارف دلوقتي بيعملوا معا ايه أنا متأكد يعني لكن أنا مش بكلم في النقطة دي أنا بكلم دلوقتي تفندم عشان يعني دي مسؤولية قدام الناس وقدام تاريخنا حماية المكان بقى يعني يعني الغفير اللي حضرها قلتلي عليه ده دوره انه يتأكد من التذاكر ولا دوره انه يتأكد من أمن المنطقة لا فيه فيه ثلاث أنواع عندنا داخل فيه عندنا أربع أنواع حوالين المنطقة الأثرية في الأمن العام داخل المنطقة الأثرية في نوعين من التأمين أفراد الأمن الخاصة بالأثار وشرطة السياح والأثار تمام الراجل خاص بالكنترول اللي هو داخل داخل فتحة الهرم ده خاص تعليم التذاكر أو بيعلم التذاكر عشان يتأكد على اللي معاه تذكرة أو مع موش تذكرة اللي بيتكلم يا سيد خالد انت قادرة تماما انت ويسي الظلوبنا شكل الهرم شكله ازاي وممكن في ثواني معدودات انك انت تتسلق من هنا هنا حاجة سريعة جدا لكن صحوة شرطة الصحوة الأثار كتت موجودة صحوة الأمن كتت موجودة طبعا في مشكلة تانية انك عايز تحافظ على روحه انت مش عارف هو يعني كوننته ايه يعني فأمر صعب طبعا بالضبط كده كان ممكن التعامل معاه ويسرع يعيزو ايه ده هو الزق ممكن يوقع او يوقع حد فكان صراحة كان فيه تحكم في العمل تعالى طيب دكتور مصطفى ايه الجريمة يعني هو ده اللي أنا واقف عنده تسلق الهرم هو جريمة؟ ليه اللي أنا هجاوض عليها من تسعينات تقريبا كان أستاذنا الدكتور زي حواس يشغل منصب مجرعة من هرم في الوقت ده وكان التقدم بطلب المجلس العلا المجلس طرف المجلس العلاسار بعمل بضافة الليحة كلمة ممنوع تسلق الاهرامات ليه ممنوع تسلق اي منطقة اثرية مع عابد الكارنك مع عابد حجسوة التماثيل المثلات الأخرى على مستوى الجمهورية لايحة زي يعني؟ اللايحة المجلس العلاسار المجلس العلاسار لغ لوائح تصمي لوائح المجلس العلاسار مكتوب فيها طبعا ممنوع تسلق الاهرامات ايه ما حتى افضلت وقلت ان النيابة العامة هتاخد اجراءاتها ايو بس معلش؟ انا برضو هنا خالفة الليحة يعني؟ طبعا خالفة الليحة بتسلق الاهرامات بس يعني خالفة الليحة دي ايه عقوبتها؟ العقوبة دي هتحددها طبعا هيحددها لا والنيابة لا تتعامل مع اللوايح النيابة تتعامل مع القوانين بالضبط كده احنا باللسبة القانون القانون الاهرامات مش مكتوب في احد بلوده وممنوع تسلق الاهرامات لا طب هولي ساتك حاجة انا عندي قانون اللي هو القانون 117 السنة الثلاثة والثمانين الخاص بحماية الاهرامات وده على فكرة وافق عليه مجلس النواب وبتعديله الاخير تمام؟ قال ابا نص المشروع ان تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات لمين بقى فندم؟ لكل من هدمه او اتلف عمدا اثرا منقولا او ثابتا او شوهه او غير معالمه او فصل جزءا منه عمدا وكذلك كل من اجرى اعمال الحفل بقصد الحصول على الاثار انا شايف انه اي متصلق للهرم هو يعرض اكبر الاثار قيمة للخطر عند ساعتك حق تماما في حالة اتلاف الاثار في حالة اتلاف الاثار وانا اتمند نص واضح في قانون دي السبعتاشر سنة الثلاثة والثمانين والمعدل بثلاثة الاثلاثة وعشرة والنغلز وشكرا لمجلس النواب اللي اتغلط فيه 2018 تمام تمام لكن في حالة ايه في حالة اتلاف الاثار؟ هل السؤال بقى هنا؟ هل تسلق هذا الرجل اللي مطلت الاهرام معك؟ قام باتلاف اثر ام لا؟ طبعا اللي بقى حضرتك النيابة بقى مش هتجاوب على السؤال ده ما تعرفش حضرتك اللي هتجاوب عليه؟ اه تمام يعني النيابة هتبعت لسيادتك تقولك هل التسلق ورمي الحجارة وانتزاع الخشبة اللي فوق؟ اتعمد اتلاف اثر ولا لا؟ اه تعريض حياة الاخرين ممكن لخطر اه لا ده موضوع تاني نيابة اعرف تفصل فيه لكن انا بتكلم على الاثر نفسه لا مفيش حصل ما حصلش اتلاف اثر ولله الحمد والخشب اللي انتو تعد دي زي ما قلت الحقيق في البداية انها خشبة حديثة الصنع احنا بغيرها كل عدة تانوات بتتتلف من الشمس ومن عوم للتعريم من اخير ده الغرض دلها بس عشان بنوطح الاتفاع الاصلي لغاية للهرم لكن اتلافها لا يعد جنيمة طبقا لقانون الاصر او قانون حماية الاصر عشان دي حاجة حديثة الصنع فاسمع تسلق هل حصل حصل نوع من انوع الاتلاف لا مخطلش نوع من انوع الاتلاف ولو كان حصل نوع من انوع الاتلاف كنا هندقة على العموم هنترك الامر النيابة العامة والنيابة العامة هي اللي هتحقق وتشوف ايضا من قصر لحد ما الشاب ده تمكن من صعود الهرم حتى قمته قولينا بقى عن اخبار يوم السبت زي ما عودنا العالم كله ومصر كوزارة الاصر في السنتين الاخارة دول من 2017 و18 و19 مواسم الافتتاحات ومواسم الامتشافات ان شاء الله هننهي موسم الشتوي 2019 بكشف في منطقة الهرم يوم 4-5 وزي ما قنات الحياة عودتنا انها ما بتسبش مناسبة لوزارة الاصر من افتتاح من اكتشاف من اعمال ترمينات تبقى معانا ودي دعوة على الهوى لحضرتك واللجن هانم شرفونا ان شاء الله يوم 9-7-45 الهرم بإذن الله تعالى هنبدأ بجولة جميلة جدا من مدخل الفيوم المدخل الجديد لمطقة اثار الهرمات الصحفيين والعالمين عشان يتعرفوا على مركز الزوار الجديد هيستمعوا لشرح المدن نقص الساعة ثم نتوجه لمنطقة الكشف منطقة الكشف الحمد لله برضو ببعثة مصرية اللي انا شرفت ان اكون رئيس هذه البيعثة المصرية بمنطقة ناحية الجنوبية الشرعية من منطقة الأثار الهرمات كشف جميل مقبرة جميلة بلققة أثارية رائعة هنعلن الكشف ده او معالي وزير الأثار ان شاء الله دكتور خالد العناني يعلن الكشف ده بإذن الله تعالى في حدود الساعة تسعة ومصة عشرة ودعوة كريمة لقناة الحيارة تشرفونه السينما المصرية زمان كانت حافلة بمشاهد تسلق الهرم والفنانة مجدى وغيرهم وغيرهم واطلع فوق الهرم والكلام ده انا دلوقتي في حتة انه القانون بيقول ان تسلق الهرم ممنوع ولا دي تعليمات وارشادات ولا وايح فاق المسألة ما هيش محكومة الجزء بتاع انه يعني استغرى بقى هو قتلى في القصر ولا ما قتلفش القصر طب هو طلع كده كان في نيته اي شيء سلبي ولا يعني اه 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 وفي엔 اجانب وفي سياح jigs في رأي وفيسيح بيعملو كده لا انا ما قولتش رايي ده آه لا بيحصل لا بيحصل انا ما قولتش بيحصلش بيقولك ده غلق وفيه وفيه شباب وفيه أطفال صغيرين ده وجمع گات قمة الهرم الحانه انت مش بتروح الهرم وبتتشوف مثلا عندهم امن пользовاء فى النصف فى التلة الاولية يعني بتلاقي الهرم كده واقف وناس هنا وناس هنا والقعد هنا والمتصليق هنا بتلاقي الهرم متغطي بالناس من كل جواب. كان زمان. دلوقتي انت ليك توصلي لحد الباب اللي بتدخلي فيه الهرم الاكبر بس. ودلوقتي. ممنوع. فأبال اللي حصل ده ازاي? عشان كده احنا جبناه في النامج نهارده بنتكلم عليه. القانون بيقول لك. لا اه ممنوع في جريمة. وحتعاقب عليها. مفيش قانون هيطلع يقول تفلق الهرم. مفيش قانون هيطلع يقول كده. لاخ القانون بيكلم على الاثار اهو. ده قانون اتكلم على الاثار كلها. تمام? تمام. وبالتالي انا هنا دوري النيابة العامة بتعمل ايه? بتطبع على الاثار نفسها. انه ده قتلى في الاثر ولا مش قتلى في الاثر. طبعا ده تقضي النيابة النيابة اللي هترجع فيه. ده بيطلع حجارة. هيتطلع في الحجارة ازاي? طب انت معتلد على النامش. طب هو تلع هو تلع. يعني انت عايزة تقولي ده جريمة ولا مش جريمة? اني انا يعني ابصة في البصح انه تبقى فيه قاعدة وتسري على الجنة. هي عايزة تقول لو الفنانة مجدى طلعت الهرم. ازاي ما يبقاش جريمة? ولو ده طلع الهرم بيبقى جريمة. يعني ازاي السياح يتصل لكو الهرم ويبقاش جريمة. والولد ده يبقى جريمة. طب انا قلت كده? ولا قلت لعشان ده طلع. لا يا عايزة تقولي في الاثلام كتل مجدى بتطلع الهرم. انا بقول انه وصف الموضوع صح. هل اللي حصل ده عقوبته ايه? هل ان المسألة لما بروح اشوف فيه اطفال او شباب وساعات سياح وساعات المسألة تبقى ان هو طلع. انت اخر مرة روحت الهرم انت. وبعد ما طلع. نعم. اخر مرة روحت الهرم انت. اسبوع اللي فات. لا. غلط. ما فيش حد بيطلع الهرم. ده غلط تماما. بيحصل. بيحصل. يا فندم لحد الباب. لحد الباب. لا انه يتسلق الهرم. مش هقولك انه هو يوصل لغاية قربة الهرم. الربع اللي تحت كل ناس بتطلع فيه. ايو. ايو. طب هتفرق ان اختلاعة الهرم القمة فوق. لا. ده ممنوع. لا. في ناس ما بتبقاش دخل الهرم. فوصل لغاية الباب عشان تدخل. في ناس بتبقى قاعدة على حجارة الهرم. احنا بكرة نبقى اتحدي يصور لنا الهرم تاني عشان نشوف. ونيجي. ونيجي. وطلع. اه الكاميرا بتاعتنا رايحة كده كده. ايوم السبت. اه. ونيجي. لا ده اكيد دلوقتي المسألة هتبقى مجدودة شدة محترمة يعني. احنا بنتكلم بس انه المسألة تحكم صحة فسياقها نبقى عارفين اللينا واللي علينا النيابة العامة أنا أتخيل أنها أطلع بيان عشان ترد على كل الناس لو طلع بس الولد ده لازم يتم الاستفادة منه بصراحة يعني ما عرفش إزاي يعني أنه هو يطلع يتسلق بالشكل ده وبالسرعة دي ويطلع لغاية السطح لا يعني نشوفه بس ده إيه يعني أنا مجد عملتها لا لا نوظفه صح والله نستغله في حاجة تبقى إيه ما عرفش ده أهلي أتنين واحد وده خبر حلو جدا عشان نطلع بي فاصل الأهلي كسبان ديئة كام في ديئة تسعين كالعادة واتنين واحد وده حاجة عظيمة جدا النهاردة فيه ماتش مهم جدا جدا ليبرفول هيلاعب برشلونة لأول مرة محمد صلاح وجها إلى وجه مع ميسي تعافين محمد صلاح تسأل زمان وهو صغير من أعظم واحد قال أنا بشجع برشلونة وبحب ميسي تشوف الزمن بقى والعمل خلال النهاردة يبقى واجها إلى وجه مع برشلونة تشجعي من ليبرفول ولا برشلونة؟ ليبرفول أنا هقولك ميسي هيقول قعاف هقول إيه داتي لدي بتشجع ميسي لا يا بصراحة هنا أبيض ما شاء الله عليك يا خالد نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية نرجع لأخبارنا وملف السياحة طبعا بيكون دائما لأولوية باعتباره يعني أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري هو وجهة وهو انعكاس للاستقرار والأمن في البلد فبالتالي أي تطور ملحوظ فيه رحية إحنا شايفين طبعا تفرق اتحقت في ملف السياحة وزيادة عدد السائحين طبعا إحنا بنطمح لأكتر من كده كمان نظرا للمقاومات اللي بتتمتع بي مصر موجودة في أي حتة في الدنيا نقدر نلاقي سياحة شاطئية سياحة أسرية ثقافية سياحة دينية يعني الحمد لله ربنا حبانة بكل حاجة فعشان كده أهمية الترويج للسياحة في مصر ده شغل محتاج كل الجهات تتعاون تكاتب فيه هنتكلم عن وزيرة السياحة طبعا هي وزيرة يعني مجتهدة ونشيطة بشكل كبير ومنتابع جوالتها والمعارض الدولية اللي بتكون حريصة على المشاركة فيها دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة شاركت في ملتقى سوق السفر العربي ده ملتقى هيكون منعقد في دبي وهناك التقت بعدد كبير من الشخصيات إلى جانب كمان مشاركتها في بعض الفعاليات التانية على الحساب الرسمي دكتورة رانيا المشاط نشرت فيديو من مشاركتها باقي الفعاليات هناك وعلقت على الفيديو ده وقالت أنه الجناح المصري في ملتقى سوق السفر العربي تميز بوجود وسائل تكنولوجية حديثة وأدوات ترويجية معصرة وعرض للمقاصد السياحية المتنوعة دكتورة رانيا المشاط تقدمت بالشكر لفريق العمل والشركات المصرية اللي كانت حريصة على المشاركة في الجناح الجناح اللي تحت عنوان مصر رمضانك عندنا رمضان كريم أنا معايا وبتشرفنا وجود سيدة الوزيرة دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء الخير يا معايا الوزير أهلا بيكي أهلا وسهلا بحضتك سيدة الوزيرة يعني احكي لنا أكتر عن المعرض عن السوق العربي في دبي والجناح المصري إزاي موجود ردود الأفعال إزاي يعني إيه الجديد أو إيه الإيجابيات لحدك لما استيها بنفسك الحقيقة يمكن إحنا من ساعة ما خرجنا للمعرض اللي في إنجلترا في نوفمبر كانت ليه معرض إنجلترا في نوفمبر كانت ليه معرض برلين الإي تي بي في بداية إبريل وبعدين ده المعرض العربي اللي هو في طبي إحنا حارفين جدا أنه في الفترة الأخيرة المعارض بتاعتنا يبقى فيها الكيف وليس الكام بمعنى أنه نعمل معارض أقل في العدد ولكن كل معرض يبقى له الحقيقة يعني تقل في المكان اللي احنا موجودين فيه على أساس أن مصر تبقى حضرة بشكل معاصر بشكل حديث طبعا تقدمين جدا بالأصالة اللي عندنا سواء كانت يعني البعض الفراغوني حتى شكل جناح عبارة عن زي ما يكون معبد الفراغوني ولكن في نفس الوقت بنطعم كل ده بآليات ترويجية فيها تسدوشية متطورة جدا يعني عندنا نظرات ثلاثية الأبعاد بتبين للسائح الخبرة أو التجربة اللي هون يأخذها في الغط أو لو موجودين على الجبال فدي نقطة مهمة جدا عندنا يمكن جزء تاني من الحملة وهو أن نمتلص على المقاصد المصرية فليسا ما مش عايتين الناس بس تعرف في المتمنط ولكن تبقى حريصة أنها تعرف مرسة علم سهلة حشيش الغردقة شعرم الشيخ لقص الأصوان الحقيقة فيه مواد إعلانية لكل منطقة على حدة فيها تركيز على خصوصياتها على ثقالتها على الأنشيطة اللي ممكن السائح يبقى موجود فيها طبعا الحدث الأهم في الفترة الجاية لمصر كلها هو ارتفاع المتحف في مصر الكبير وده له دايما رقم مخصوص في الأجنحة بتاعتنا في الخارج يبقى فيه فيلم عن المتحف عن مكان الترميم اللي موجود في المتحف وطبعا مخصنيات بالملك سوسعان فأمون بشكل هولوغرام حديثة من روجيا برضو حديثة كان فيه حديات مختلفة ممكن الزائر للمعرض يشوفها كان يكتب اسمه بالفراوني يتصور في أماكن مصرية فكان فيه شوية فعاليات مختلفة طبعا احنا في السوق العربي وبالتالي رمضان على الأبوات كل سنة وكلنا طيبين وإن شاء الله يبقى رمضان كريم فعملنا الحقيقة رقم رمضاني اسمه رمضانك عندنا وكان فيه الطابع المصري بالقيمية بالتوانيس فالحقيقة وكان حتى فيه فرقة مصرية بتغني الأجاني بتاعتنا الرمضانية فالحقيقة كان المعرض السنادي مختلف كان فيه حيوية كان فيه يعني حيقول الناس كانت موجودة ومشاركة وبشكر طبعا فريق العمل في الوزارة في الهيئة الشركات المكفزة طبعا كل العارضين والشركات المصرية اللي بتبقى حريصة لها تبقى متوجدة معنا لأن المعرض دائما المعارض بتاعتها بتنقسم إلى جزئين جزء بيزنس تو بيزنس إلى جزء التاني بيزنس تو كاستمر وبالتالي وجود طبعا الشركات والعارضين أنا كنت أسألك على الجزئية دي يا ستة الوزيرة يعني المعارض من النوعية دي ومشاركة مصر فيها بيكون الترويج للسياحة على المستوى الفردي يعني الأفراد اللي بيروح يزوروا المعرض بيشوفوا احنا ممكن نشوف ايه في مصر ولا بتكون فرصة كمان يعني اتفاق مع شركات تبادل خبرات مع الدول يعني برضو إيه الفايدة اللي بتعود علينا بصي هو طبعا فيه أكتر من حاجة لازم يعرف أنه في المعارض الكتيرة وهي معارض دولية لازم التدولة المصرية تكون حضرة فده نمبر ون من تعشبه فيه معارض ستفلات كتيرة صعب تتكلم عن السياحة أو عن التجارة ومصر تكون غيبة ومصر تكون غيبة فده نمرة واحدة فلازم دايما تبقى مصر موجود نمرة اتنين المعارض السياحية دايما بتبقى معارض مهنية بمعنى أنه تنظرين رحلات شركات السيران شركات أخرى بتبقى عايدة تعمل ديل أو عقود مع شركات مصرية فالمعارض دائما بتنقسم إلى جزء نهني يعني الشركات مع الشركات وجزء الثاني بمسطوح الجمهور وبالتالي دايما البناح لازم يبقى فيه أناكن للعارضين أو الشركات المصرية اللي بتبقى عاملة يعني كتورسة لها إنها ليعتبر مستقل جميع الشركات في العالم وبالتالي بتبقى موجود عشان تاخد مواعيد مع شركات أخرى فهو مكان مجمع كده كل الشركات العالم موجودة فيه فجاء الجزء اللي هو النهني الجزء الثاني ما بيتفتح للجمهور جمهو بيبقى حاضر الناس اللي هي بتفكر تزور أني بلاد بيبقى كل كناح للبلاد المختلفة عامل أنشطة عامل موسيقى عامل أكلات فديبا أنه جزء برضو بيتموجود في المعارف فالحقيقة هو بيخدم بيخدم أكتر من من هدف ومفروض وإحنا كجزارة وكدولة لازم تستموز توابقين علشان يعني نقدر نرد في الجزء اللي هو علاقة بالجمهور نرد حتى في الجزء اللي هو علاقة بشكل البلد الحداثة اللي موجودة التكنولوجيا اللي يستخدمها أفكارنا المختلفة في الترويج الحقيقة الحريفين دايما أنه وكالات الأنباء العالمية إصلاح وتطوير تطوير على كل المستويات والحقيقة القنوات العالمية تبقى موجودة عندنا في الجناح يعني الانترجمينا اللي عملتوا عشيان كان من الجناح المصري دبي فده برضو نفس الشيء حصل في المانيا نفس الشيء حصل في الدكترة فده تاني ينقل للعالم مباشرة لكل اللي بيتفرج على وكالات الأنباء العالمية في العالم إنه إحنا موجودين في المعارض ده الشكل حديث إحنا في نشاط ناس دخلة وخارجة فكل ده تاني بيعكس طبعا الحركة في إطار الاستفادة برضو اللي بنتكلم عنها والإيجابيات اللي بتحق من مشاركة مصر في فعاليات من النوعية دي برضو عندي في الخبر دكتور رانيا إنه منتدى السياحة العالمي في سويسرا والاتفاق مع أحد الكليات يعني في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة يعني تحديدا في قصة وانا الحياة بكلمك من سويسرا تمام طريق عظيم نجواتي موجودة في كل سنة منتدى السياحة العالمي بيبقى سنة سويسرا وسنة تانية في بلد أخرى الحقيقة طبعا إحنا كوزار السياحة أعلننا في 2018 بلنامج الإصلاح الهيكالي للتطوير قطاع السياحة وأنا دايما بقول أن القطاع يبقى فيه مدين أو يعني محورين أساسين للتطوير محور له علاقة بالبنية التحفية سواء البنادق أو طرق أو أماكن لزورها السائح وقوز الثانية هي الخدمة الصوفتوير أو البناء أدمين عنصر البشر من اللي بيقوم بهذه الخدمة صحيح فإحنا الحقيقة من 2011 طبعا القطاع كان بيعاني وكان فيه كتير من العمالة المدربة يعني يبدأ تشوف عنشطة أخرى أو بلاد أخرى يعني يقدر تكون بياه بالخدمة فإحنا النهاردة مع الحمد لله عودة الحركة مع زيادة الطلب على العمالة المدربة وده الأساس نبدأ نشوف ازاي وطبعا توسرة معروفة جدا بالمهارات التعليمية في الفندقة وفي الخدمة أي الكدمات التصفة عامة اللي هي متعلقة بالسياحة وبالتالي الحقيقة كان النهاردة الصبح عندنا كماع مصول في لوسيرن سكول أف خففتكاليتي وهي يعني الحقيقة المدرسة دي بالتحديد أو الجامعة دي بالتحديد وعملت قبل كده شراكات مع بلاد مختلفة منها ميسيا مينامار كامبوديا جورجيا فالحقيقة في حرص شديد جدا من الحكومة المصرية ومن المزارة أنه رفع كفائة وجودة العاملين في القطاع ونحن نعمل شراكات مع مؤسسات معروفة دوليا بالجودة التعليمية في هذا المجال الحمد لله كان لقاء طيس من هذا الصبح وإن شاء الله في أفكار عديدة إن شاء الله حاجز التنفيذ في الفترة القادمة وإعتقد الشيء المهم جدا ويمكن أنا اقتصادية في الأكاتف وبعيدة شوية عن القطاع كفيلد أوف سادي وكذلك زينا بقول دولتي على رأس القطاع بقول إنه يمكن إحنا بتقافتنا كمصريين فكرة إنه نتخرج نخش جامعة فضيقية أو إحنا نبقى بنفكر نبقى أصحاب تناد أو أصحاب مطاعم أو نحن نشتغل في المجال ده ده حاجة مش موجودة في الثقافة المصرية بشكل أصيل ونحقية ده مفروض يتغير لأن القطاع ده قطاع حيوي ده قطاع يتطور عالميا قطاع له أهمية من ناحية التوظيف يعني ومش بس خبرة وممارسة لكن كمان يعني بيخلص سنوية عامة أو بيخش يدرس أو بيحاول ياخد ديبلوما بيفكر في موضوع السياحة ويفكر في موضوع الإنجليز تعتبر صادرة خدمية فإنت بما تشتغل في السياحة أنت حي مصدر فدي برضو ثقافة عينين نحن نشتغل على أنه في تطلع من الشباب الماضي من هو يشتغل في هذا القطاع لأنه الحقيقة الحمد لله فيه نشاط ملحوظ فيه مردود إيجابي يعني الحركة الحمد لله رجعت نوعا ما بشكل كبير هو كمان حاجة تعني أنه فيه مجالات متعددة فيه مجالات لها علاقة بالتكتولوجيا مجالات لها علاقة بالسنون مجالات لها علاقة بالتصبيق يعني المجال الحقيقة فيه 70 صناعة مضبطة بالتصبيق فإحنا محتاجين عمالة مدربة إن شاء الله من خلالكم في الإعلام ننشر هذه الثقافة لأن الفترة الجاية مع التطور الذي يحصل عالميا فيه كتير جدا من الأشغال النمطية بتنحسر ولكن فيه بعض القطاعات بتستمر مهما كان تكنولوجيا ومنها قطاع السياحة أو قطاع الخدمات بصفعا دكتورة رانيا المشات وزيرة السياحة أنا بشكرك شكرا جزيلا وترجعي بألف سلامة شكرا على مجهودك وعلى الشغل اللي احنا شايفين ويعني فيه تطور واضح الحقيقة ترجعي باتفاقات ويعني بعقود ويعني مردود إيجابي بإذن الله شكرا جزيلا دكتورة راني قبل ما أروح للقبر البعد كده عندي طلب من إخواننا الزمالكوية لما تحب تتكلم على الأهل يبتدي من ديئة 96 انتوا بتديتوا بدري من ديئة 88 الأهل يتتكلم مع من ديئة 96 فالناس اللي حبايبنا اللي طاف اللي على الفيسبوك عملين يبدأوا الحفلة بدري حقيقة أنا أسف جدا الأهل فاز 2 واحد فنصيحة بعد كده تدي مع الأهل من ديئة 96 88 ده بدري قوي في مباراة الأهل الخبر اللي عندنا بعد كده أنه الأجهزة الأمنية ضبطت 5546 قضية في مجال التهرب الضريب زي ما حضراتكم عارفين وزارة الداخلية فيها مباحث التهرب الضريب ودي يعني من الأجهزة اللي بتعمل في صمت شديد لكنها دورها هام جدا بتفحص المتهربين ضريبيا وبتفحص كل النشطات التجارية وفقا للقانون وطبعا زي ما حضراتكم عارفين بتتابع مع مصلحة الضرائب دايما كيفية ضبط هذه القضايا وهذه القضايا كلها بعد ضبطها بتعرض على نيابة التهرب الضريبي ثم أمام المحكمة حجم التعاملات اللي في تلك القضايا مش بتكلم عن الرقم اللي ده خلنا عشان الناس بيعندها سيولة كده في موضوع الأرقام حجم التعاملات في تلك القضايا تقريبا خمسة وتسعة من عشرة مليار جنيه يعني هو بقى بيقول ايه أنا هجيب الشركة دي واشوف الكيان بتاعها واشوف نشاطها التجاري وأقول إزاي كسبت وإزاي حققت أرباح والأرباح دي هل تم تسديد الضرائب عنها ولا لا ده كله بتقوم بيه مباحث التهارب الضريبة وزي ما حضراتكم عارفين إنه ودي نقطة دايما أقولها ودايما أذكر بها كل الناس وزارة الداخلية يعني موجودة في حتة كتيرة أوي فينا الشقيانة في حتة كتيرة أوي يمكن الإعلام ما بيصلتش الدوق على بعض الحاجات لكن مش عايز أقولك مثلا الأحوال المدنية الأحوال المدنية اللي في مصر والله العظيم وأنا رأي أنت قبل كده واحد عليها أنت فوق اللي في فرنسا بمراحل يعني الخدمات اللي بتتقدم في الأحوال المدنية في مصر تفوق بتاعت فرنسا بمراحل يعني هنا بتطلع شهادة الميلاد بتاعتك على الانترنت تجيلك على البيت بخمسة وثلاثين جنيه في فرنسا عشان تعمل كده محتاج ثلاث شهور عشان تطلع شهادة ميلاد بقول لكم واقع يعني يعني زبات الأحوال المدنية دول يعني بجد بيؤدوا عمل هايل جدا بتوع التهرب الضريبي حاجة محترمة يعني الدخلية مش بس طبعا كل التقدير والاحترام للناس اللي بتواجه الإرهاب لكن فيه قطاعات تانية والله الأمن العام والأمن اللي موجود في الشوارع ده بيلعب دور مهم جدا جدا فالضبطية دي النهاردة يعني أعتقد نرقم ملفت للنظر وعلى فكرة ده كان في خلال شهر بس يعني العدد هذه القضايا تم فيه خلال شهر واحد وتقريبا كده تم تسديد لصالح الدولة ما قيمته سبعة واربعة من عشرة مليون جني طيب عندنا كمان خبر إيجابي هل اختم به يعني متابعاتنا الإخبارية النهاردة وإحنا دايما بيكون مبسوطين قوي بكل اللي بيشرف بلدنا بنجوم بأبطال العالم يعني بيحتفي بيهم وكفاية يعني سفير لبلدك بره لما يتقال على نجم من النجوم في أي مجال ده المصري فلان الفلاني وبيكون فيه ردود أفعال يعني دولية وعالمية فده طبعا شرف كبير ونتمنى دايما يعني عندنا أبطال أكتر وأكتر واهتمام من الدولة بيهم في الداخل ومتابع عليهم في الخارج ودعم ليهم بالتأكيد متواصل تتويج نجم الفروسية المصري نايل نصار بلقب بطولة الأسدزة للفروسية في الولايات المتحدة الأمريكية بنتابع يعني عدد من الصحف العالمية والمواقع الإلكترونية اللي تواجت وأبرزت خبر تتويج نجم الفروسية المصري في عنوينها وأنه نصار بيكتب التاريخ بتتويجه بالبطولة اللي بتبلغ جيزتها ومهما كانت قيمة الجيزة لكن أنت بتتكلم على يعني قيمة الجيزة على المستوى المعنوي يعني تدعيات هذا الفوز والاحتفاء بالبطل المصري فبالتالي إحنا أولا إحنا نتكلم عنه وإحنا ربنا بنقول دائما من كابتن صلاح ما هو ده مع الشكلة بقولك إيه نبص عليهم في الداخل يعني إحنا بنفاجأ للأسف الشديد حضر ورتب وتمرن وعمل وهل لوحده عمل ده مين اللي كان وراء مين اللي دعمه طيب إحنا هندور عليهم بعد ما يخرجوا بعد ما ينوروا لكن على كل الأحوال الملف ده بشكل عام لازم الاهتمام به يعني ده منقول برضو الألعاب الفردية البطولات مثلا الأولمبية الكلام ده بنلاقي شباب زي الفل وبيجيبوا ميدليات غير البطولات يعني الألعاب اللي هي الجماعية زي كورة القدم وغيره بوناسبة كلام خلد عن الأهلي لكن الناس دي فيش مبروك ولا حاجة بنت أهلوية صرف يعني ما انت كامسكت الزمالك دلوقتي خلينا نشوف برضو يعني دي طبعا بطلنا نايل نصار زي ما خلد بيقول آه في ناس ما بدأش عارفين عنهم حاجة لكن بيكونوا هم يعني ليهم صيط عالي جدا على المستوى الدولي بس رئيس التحرير بيقول لي معلومة دلوقتي بيقول لي أنه كان صاحب بنت بيل جيتس رئيس التحرير هو اللي كان مساحب بيتم لا ما كانش اشتغل معاني ليلة طب يعني دي حاجات شخصية هو بيؤكد لا هقول لي يا محمد بيحب هو بيؤكد أنها قصة حب عشان بس الموضوع يعني هو كده عمل حاكتين يعني حب بنت بيل جيتس وبعدين خد البطولة ده شيء عظيم جدا وهو بيؤكد أنها قصة حب مش حاجة عادية تمام تمام بفاس بالتنين مع بعق طيب ماشا مبروك لنجمنا للبطل المصري نايل نصار أبطلنا بيشرفونا بينورونا بره هم خير وسفراء لنا فيستحق مننا كل التحية وكل التأدير طيب خلصنا أخبارنا للنهاردة بعد الفاصل يعني موضوع ليه علاقة برضو بخبر مهم كنا بنتكلم بأن أيام عن موضوع الشمول المالي المشروع اللي شغال عليه الحكومة وأنه بدل التعامل في أي مصلحة أو أي خدمات حكومية ما تبقاش يعني تدفع كاش لكن بتدفع البطاقات الإلكترونية أو غيره فبدأت الحكومة بالفعل بعد ما قدت مهلة ويعني بدأت أنها تشتغل في إجراءاتها وكله فخلاص الموضوع ده تطبق فعليا ورسميا أن أي معاملة مادية بدأتا من النهاردة النهاردة بدأ التحصيل الإلكتروني لأي خدمة حكومية مرة تانية أقول لحضراتكم والموضوع ده بالتفصيل يعني من أول 500 جنيه هيكون باستخدام الكارت هنفهم بقى القصة دي هتطبق إزاي المواطن محتاج إيه علشان يتعامل بهذا الشكل الجديد طيب فايدة ده إيه على المستوى الاقتصادي مردود ده إيه على المواطن ده إن شاء الله هيكون في الفقرة اللي جاية مع خالد بإذن الله هيكون مع دكتور حمدي حامد رئيس وحدة التحصيل والدافع الإلكتروني بوزارة المالية دي فقرتنا بعد الفاصل إن شاء الله وارجع واشوف حضرتكم بإذن الله على كل خير بداية الإسبوع اللي جاي ومستبت إن شاء الله في الحياة اليوم أعمال مصر هم العمود الثقاري لعملية الإنتاج والتصنيع وهم الإشارة الأولى لانطلاق قطار التنمية لذلك تم تخصيصه يوم لهم للاحتفال بهم تقديرا لمجهوداتهم وأحياء لذكرى الكفاح التاريخية الذي خاضته الحركة العمالية جميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم مكتسبات كثيرة حققها عمال مصر خلال الفترة الماضية مكتسبات من بينها سياسية وهي عودة تمثيل المناسب للعمال والفلاحين وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة ورفع الحد الأدنى من الأجور مرتين من ألف ومئتي جنيه إلى ألفين جنيه خلال ثماني سنوات الماضية هنرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ألف ومئتي جنيه إلى ألفين جنيه كذلك خطة التطوير التي تتم لقطاع الأعمال العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشرافه وعودة قطاع الأعمال العام إلى صادق عهده من تحديث للمكينات الموجودة به فهو مكسب لستة وخمسين ألف عامل يعملون في قطاع الأعمال العام ليظهروا كفاءتهم الإنتاجية تكفل الدولة بالعلاج للمواطنين وهو نظام تأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروسي 100 مليون صحة هذا بالإضافة إلى تمكين المرأة العاملة ورفع مكانتها وزيادة تمثيلها في البرلمان بنسبة 25% إذا افترضنا أن كل دول العالم لم يزدد أعداد السيدات في البرلمان في 25% التي نصبوا إليها تقفز مصر إلى المرتبة 68 مصر رقم 31 في الدول الأفريقية وإذا وصلت المرأة إلى 25% تصعد مصر إلى المرتبة 15 في حال ثبات كل الدول الأخرى وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 22.9% من إجمال قوة العمل خلال المرحلة العمرية من 15 عاما إلى 64 وهي تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلغ 69.9% وكذلك منح العمال العلاوات الاستثنائية التي وصلت من 10 إلى 15% وكذلك ارتفاع المعاشات والحد الأدنى للأجور وكذلك ارتفاع المعاشات ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 26 مليون شخص إسراء سعد الحياة اليوم بنعود لحضراتكم مرة تانية زي ما حضراتكم بتتابعوا الدولة بتبدأ خطوات الشمول المالي من أهم الحاجات اللي هتمثل المواطن العادي في كل المجالات هو قرار الدفع الإلكتروني وده قرار طبق من النهاردة النهاردة أجازة لكن بكرة حضرتك لو رحت أي جاية حكومية هتبقى مطلوب أن تدفع فيما فوق 500 جنيه إلكترونيا المسؤول الأول عن هذا الملف في وزارة المالية هيكون ديفي في الحال اليوم عشان نسأل كل الأسئلة اللي بتدور في بال حضراتكم اسمحوا لي أنا رحب بالدكتور حمدي حامد وهو رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك أستاذ خالد المشاهدين أهلا بيك عايزين نعرف الموضوع ببساطة إيه القصة وإيه المغزة هو يهمني بس في البداية أوضح نقطة مهمة جدا وهو توحيد المصطلحات ده معنى إيه؟ بمعنى من جانبي أنا كوزارة المالية فإن مقابل الخدمات اللي بيحصل عليها الجمهور هو متحصلات تمام؟ من وجهة نظر المواطن هي مدفوعة هو بيقوم بإيه؟ بعملية الدفع خليني عشان قدر أوصل المعلومات وأشرح الموضوع بشكل مبسط للسادة المواطنين لأنه منها طبعا أن المواطن يحصل على كافة المعلومات لتخص النظام اللي وزارة المالية يعني ابتدت تطبيقه بالفعل ابتداء من اليوم وزارة المالية لها تجارب عديدة في تطبيق أنظمة الميكانة زي ما حالك عارف الموازنة العامة للدولة هي مقسومة لمصروفات وإرادات وأنا حاول أبسط المفاهيم عشان نحاول نوصل للناس الفكر إيه؟ والهدف من النظام إيه بشكل مبسط شوية لو حالك تسمح ليه؟ فالجزء الأولاني هو جزء المصروفات مصروفات من وجهة نظر الحكومة بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا كحكومة بصرف أو بعمل تدفقات نائدية خارجة من الحكومة لممكن يكونوا مواطنين زي مثلا مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دي مصاريب بتتحملها الحكومة وبيتأديها إلى الموظف زي مثلا المستحقات الخاصة بالمقاولين اللي بيتعاقدوا مع الحكومة على أداء بعض أعمال المقاولات بينفزوا هذه الأعمال وياخدوا فلوس من الحكومة الموردين كل دي فئات بتتعامل مع الجهات الحكومية وبتحصل منها على أموال مقابل الخدمات اللي بتأديها أو لو كان موظف في مقابل عمله لدى الجهاز الإداري وزارة المالية ابتدت لما ابتدينا خطوات الميكانة وهي طبعا زي ما هستعرف معها لها فايدة عظيمة جدا على الاقتصاد القومي ابتدينا بالدفع الإلكتروني وأنا يهمني جدا أننا أبتدي شرح موضوع التحصيل الإلكتروني من الدفع الإلكتروني تمام فإحنا ابتدينا حولنا كل مدفوعات الحكومة لنظم إلكتروني فبقاش دلوقتي أي طرف متعامل مع الحكومة بيحصل على مستحقات لدى الحكومة غير بوسيلة إلكترونية زمان كانت الناس بتتعامل باتي يروح ياخد شيك من الحكومة مقابل الخدمات اللي أدها للحكومة وفقا للتعاقد بتاعه النهاردة إحنا نجحنا في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني ومعاتش فيه تعامل بالشيكات الورقية على الإطلاق ومعاتش فيه موظف بيروح يقف على الخزنة في الجهة الحكومية اللي هو بيشتغل فيها على شباك الصراف عشان يقبط مرتبه عشان نوصل لدى مرنا بمراحل طويلة جدا وحققنا نجاح منقطع النظير ووصلنا لإن إحنا أغلقنا 61 ألف حساب للجهات الإدارية في البنك المركزي واستعادنا عنهم بحساب الخزانة الموحد أو التريجيري سينجي الأكاون هذا الحساب يتم التعامل معه بالوسائل الإلكترونية فقط بأوامر دفع إلكتروني ما فيه الشيكات ما فيه الشيكات يا فاند يا لو ما قاول ليه مليون جنيه تجيلي من غير شيك تجيلي إلكترونيا بالضبط يا فاند بالضبط بتدينا رقم الحساب بتاع حضرتك في البنك واحنا بنعمل أمر الدفع بمستحقاتك على حسابك في البنك تحويل بالضبط كده وحتى المواطن اللي لا يمتلك حساب في البنك خلقنا له الألية اللي تناسب عدم وجود حساب لي وبقينا مصرف له برضو بأوامر دفع إلكتروني خلينا أقول لك يا أستاذ خالد إن إحنا عشان نوصل لهذه المرحلة وزارة المالية يعني ضغط استثمارات ليست بالقليل على الإطلاق منها مثلا على سبيل المثال إن إحنا كل العمل دلوقتي في إعداد أوامر الدفع الإلكترونية من خلال أجهزة لابتوب يعني خلاص إحنا استغنينا حتى عن الورقة والألم إحنا حاليا بقينا نستخدم لابتوب ووصل عدد تقريبا لـ 13 ألف جهاز لابتوب موجود في الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية بيتم من خلالها تحرير أوامر الدفع الإلكترونية للناس أصحاب عظيم بالضبط كده فدي كانت نقطة الانطلاق إن إحنا حولنا مصروفات الدولة الإنفاق من موازنة الدولة للوسائل الإلكترونية ونجحنا في ده وتم توقيع آخر شيك صدر من الحكومة من فترة ووصلنا لنسبة تطبيق 100% المرحلة التالية هي اللي إحنا بتدينا فيها حاليا اللي هي مرحلة متحصلات الدولة طبعا فيه فرق رهيب بقى أنت كده كنت عند شريحة بسيطة دلوقتي أنت عند كل الناس بالضبط لأن زي ما وضحت حالك في ميكانة المدفوعات الخارجة من الدولة كنت بخاطب فئة الموظفين كنت بخاطب فئة المؤولين أو الموردين اللي بيقدموا خدمات الشريق فهي فئات أي إن كان حجم هذه الفئة ولكن هي فئة من المجتمع إنما أنا النهاردة لما أطلع أقول أنا هميكن كافة المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية فأنا النهاردة بتوجه بهذا المشروع إلى جموع الشعب المصلحية مصبوط كده؟ طبعا لأن ما فيش حد فينا أستاذ خالد زي ما حالك عارف ما بيتعاملش مع الجهات الحكومية وبيحصل على خدمات منها وخدمات متعددة طبعا فبالتالي أنا السكوب بتاعي أو التوجه بتاعي النهاردة لجموع المصريين للشعب المصري بالكامل تمام وابتدينا رحلة تطبيق التحصيل الإلكتروني اللي المفروض أنه هو النهاردة بداية الإلزام بتطبيق تلك المتحصلات طبعا إحنا يهمنا النهاردة نبتدي نعرف السادة المشاهدين بإيه هو التحصيل الإلكتروني هيتعاملوا إزاي مع الجهات الحكومية وهيكونوا بسداد مقابل الخدمات اللي بيحصلوا عليها من الجهات الحكومية وإزاي الموضوع ده هيحقق لهم استفادة تمام خليني أبتدي مع حضرتك ب إن صدر قرار مع الوزير المالية رقم 269 لسنة 2018 تمام المعدد بالقرار 760 لسنة 2018 وفي النهاية أصبح الوضع إن إحنا بنستهدف وفقا للقرارات اللي أنا ذكرتها لحضرتك المبالج اللي بيتم سادتها للحكومة مقابل الخدمات فوق الخمسمية جنيه فوق الخمسمية جنيه بقى الإلزام للمواطن إن إنت لو فيه معاملة فوق الخمسمية جنيه هيتم سادتها بالوسائل والآليات الإلكترونية لأنا هستعرضها مقابل حيث قلت معاملة أي أم كانت المعاملة أي أم كانت المعاملة عظيم خدمات رسوم أي حاجة المستحقات الحكومية يعني يمكن هو يا فندم منطوق القرار بيجاوب صح المستحقات الحكومية والضريبية والجمهورية كافة المستحقات الحكومية عبق إطلق تمام يا فندم طالما المعاملة مع الجهة الحكومية أزيد من خمسمائة جنيه هو إلزام وفقا للقرار إن يتم سادتها بأحد الوسائل الإلكترونية اللي أنا هوضحها مع حضرتك وهنشرحها بالضبط تفصيلا حاليا تمام إذن القرار الوزاري اللي أصبح ملزم لكل جموع الشعب إن كل المستحقات الحكومية اللي بتزيد عن خمسمائة جنيه لابد من دفعها بطريقة إلكترونية كلام ده تطبق من النهاردة من النهاردة يفهند من قرار ساري ومحل تطبيق هنا نبتدي طيب والمبالغ اللي قال من خمسمائة جنيه هنا في إتاحة إتاحة للسداد النقدي أو بالوسائل الإلكترونية في حال التوفر ده لدى المواطن إنما الإلزام اللي لا يقبل بالخرار الوزاري بالضبط اللي هو فوق خمسمائة جنيه هيتم سادتها بأحد الوسائل الإلكترونية خلينا نقول إيه هي الوسائل الوزاري لا قبل دي طب وإلا يعني يعني 600 جنيه هتتدفع في جهة حكومية معيش الوسائل الإلكترونية أعمل ايه؟ في حالة اختيار المواطن إنه هو يسد النقدي يعني عدم رقبته في التعامل الوزاري الإلكتروني القرار برضو نص على في هذه الحالة هيكون فيه 10% مقابل مصاريف الإدارية اللي بتتكبدها الحكومة بعد ما أتاحت الوسيلة الإلكترونية للمواطن وهو اختار سداد النقدي ففي الحالة دي فيه مقابل المصاريف الإدارية اللي بتتحملها الجهاز الإداري إذن الخبر إنه من اليوم قرار وزاري من وزارة المالية كل المستحقات الحكومية أي شيء حضرتك بتتعامل فيه بدفع نقدي للحكومة الكلام ده اتلغى موجود عندك اختيارين الاختيار الأول إما أنك تسدد فيه مفوق الـ 500 جنيه بوسيلة دفع إلكترونية للدكتورة يشرح لنا أو إن حضرتك تتحمل 10% فوق 8 الخدمة أو المستحقات اللي مطلوب دفعها يعني لو عندك 600 جنيه عايز تدفعهم كاش هتدفع عليهم 60 جنيه هيبقى 600 و 60 جنيه لو أنت اخترت الدفع النقدي لأن الحكومة خلص وفرت لك الدفع الإلكتروني وإنت لمرضتش تستغل لا ومش كده بس خليني أضيف معك يا فندم يعني هنبتدي بأول وسيلة أنا بس لازم أطلع فاصل أنا عايز أأكد على المعلومة دي الأول المعلومة دي لها تكملة لو هقولها بشكل سريع كده أنا عايز أقول لحقيك إن من ضمن الوسائل هي التعامل على المكينات التحصيل الإلكترونية أو الـ GoF Point of Seed واستخدام الكروت الإلكترونية من ضمن الكروت دي إحنا أتحنا الكروت مسبقة الدفع بالمشاركة مع الجهاز المصرفي بإشراف البنك المركزي في خمس بنوك تقدموا بمنبادرة إتاحة هذه الكروت مجانة لمواطنين لا صحيح أنا أوصل للنقطة دي بس أنا أقول دلوقتي القواعد بس أنا أقصد أقول إن إحنا وفرنا الوسائل مجانة للمواطنين فبالتالي برغبة المواطن في إن هو يدفع بالوسيلة النقدية هيكلف الحكومة مقابل المصاريف الإدارية وبالتالي أتحملها هو اللي هي 10% بحضة أقصى 10-3 بحضة أقصى 10-3 تمام هطلع فاصل وأرجع أكمل معلومات همة جدا مع الدكتور حمدي حامد والمعلومة اللي هيك هتتعامل معها وهنقول لحضرتك إزاي كل ما هو تحت الـ 500 جنيه حضرتك تقدر تتعامل بيه نقدا فوق الـ 500 جنيه اللي لازم تدفعه بوسيلة دفع إلكترونية دكتور حمدي هيشرح لنا بالتفصيل وإلا حضرتك هتدفع 10% زيادة مصاريف إدارية بالفعل الدولة بتتحملها عشان التعامل النقدة هطلع فاصل سريع وأرجع أكمل باقي الأسئلة مع الدكتور حمدي حامد رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية خليكم معنا طبعا خدمة الدفع الإلكتروني دوت نظامها يبقى إن شاء الله نظامه مميز جدا لأنه طبعا بيوفر حاجات كتير بيوفر الوقت بيوفر التكلفة بيوفر المبهود طبعا إن شاء الله لو اتطبق النظام دوت إحنا نبقى محتاجين مثلا إحنا نطوره بشكل معين بحيث إن إحنا إيه يعني مثلا نخلي التطوير دوت على شكل تطبيق على التليفون نقدر من خلاله إيه إن إحنا ندفع أو إحنا عادين في البيت في بعض المراكز أو الأماكن ما ببقاش متواجد فيها الخدمة دي بشكل كويس يعني أروح مثلا عشان أحول فلوس لحد إن عملية بتفشل أو بيحصل مشكلة يقول لجهاز اللي هنا مش عارف المشكلة أو سريع النمبر يعني فيه لسه مشاكل وبالتالي بالنسبة لي أسهل إن أنا أخذ الفلوس وروح أديها لحد وخلاص أعليها إجبال دلوقتي أكتر من الشركات دلوقتي معظم الشركات روحيات لها ريئة عكس زمين الزمين كان بتبقى زحمة جدا دلوقتي ريئة وسهلت على ناس حاجات كتير يعني طبعا ممتازة أو بيتوفر لواحد إن هو ما يروحش مشاوير وإن الفلوس تكون موجود معه في أي وقت ما يشيلش فلوس في جيبه ويبقى أورضة للسرق أو أورضة لأي حاجة وخدمات كتير أوي الموضوع اختلف عن الأول كتير يعني بدل ما كنت أخش البنك أخذ راكم وابد لقد نستني فترة كبيرة عشان أقبض أنا دلوقتي بقي طعف هنا في قدامي فرد أوي الموضوع دي مش عالطول على السريب بدل ما أروح مثلا شركة الكهرباء أدفع فواتير أو أدفع كذا أو بتاع الموضوع بقى أسهل وأسرع بنعود لحضراتكم مرة تانية بس تكمل لقاية مع الدكتور حمدي حمد دكتور حمدي حكنت وصلت إلى الوسائل اللي وفرتها الدولة لمنظومة الدافع الإلكتروني بالضبط كده هو إحنا تعاملنا مع المنظومة دي بأربع وسائل الوسيلة الأولانية هي الجاف بوينتوف سيل أو مكينات التحصيل الإلكترونية زي اللي بنشوفها في كتير من المحلات أو كتير من السوبر ماركتس الكبيرة اللي هي مكنة التحصيل اللي بنستخدم عليها الكرت بتاع البنك أو البطاقة الإلكترونية وزارة مالية تقريبا نشرت حوالي 15 ألف مكينات على نقاط التحصيل المختلفة بالجهات الإدارية على مستوى مصر كلها تمام؟ والمكينات دي احنا كلنا طبعا شفناها وتعملنا معاها في مننا مش كلنا طبعا تعملنا معاها ومن خلال الكرت بتقدر أو البطاقة الإلكترونية بتقدر تكون بسداد المدفوعة عليها بسهولة ويسر ودي يمكن من أهم مميزات المنظومة أنا أضفت للمواطن إيه؟ أنا عملت إيه للمواطن وهو استفاد مني إيه؟ لما أنا طبقت الوسائل الإلكترونية في التحصيل وعلى رأسها مكينات التحصيل الإلكترونية يمكن أكتر حاجة هيشعر بها المواطن أنها تحققت فعلا على الأرض هي السهولة أن المعاملة بتاعته بقت أسهل أن المعاملة بتاعته بقت أسرع أن المعاملة بتاعته بقت أأمن خليني أوضح لحاجة ده بشكل عملي مين فينا مراحش جهة إدارية وكان مطلوب منه سداد مبلغ فلنفترض مثلا خمسمية سبعة وتلاتين جنيه وفضل يلف يدور على فكة ومفيش فكة في الخزن وممكن يعني يسيب التلاتة جنيه لا كلنا بنسيب وسبنا كتير يعني لأن أنت وقف في الحر وعايز تخلص وما صدقت وصلت للشباكة عند الخزينة أو الصراف عشان تسدد قيمة خدمتك وتخدها وتنصرف دلوقتي أنت من خلال استخدامك للبطاقة الإلكترونية لأنها أعرف حضرتك بأنواع البطاقات المقبولة عشان المواطنين يبقوا على علم بها بتسدد تمن الخدمة الفعلي تمام لو قارننا المخاطر ما بين أن أنت نازل تؤدي معاملة في جهة حكومية حاطت في جيبك 3000 جنيه صحيح وما بين أن أنت حاطتهم على رسيدك في الكارت صحيح موظفين في الحكومة صحيح أقدم بس صورة البطاقة يديني كارت بالمبلغ اللي أنا عايزه أقدم بس صحيح طبعا برعاية البنك المركزي ومساهمة خمس بنوك البنك الأهلي بنك مصر بنك القاهرة التجاري الدولي الزراعي المصري من واحد خمسة من النهاردة بتتيح لمدة ست شهور للمواطنين البطاقة مسبقة تدفع مجالة 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 يعني واحد خمسة النهاردة في أربعة مليون بطاقة جاهزة في البنك بنستهدف طب البطاقة دي بيبق عليها اسم الشخص ولا لا؟ يعني أنا هروح بالصورة البطاقة كده دهالهم هيديني الكارت إذا كنت عايز تحصل عليها بشكل فوري وانتواقف مش لازم عليها الاسم مش هيب عليها الاسم إنما لو انتظرت فترة زمنية يعني عديت بعد فترة زمنية معينة بياخدوا الإجراءات لإضافة الاسم على البطاقة بتفكرنا بكارت شحل التليفون يعني بالزبط كده هذا الرصيد اللي يغطي مقابل الخدمة اللي انت هتحصل عليها في الجهات الحكمية ودي وسيلة ميسرة جداً وبتلبي احتياجات واقدر عدي الكارت دهال أي فرد من أفراد الأسرة يروح برضو يعمل نفس المعاملة وما فيش مشكلة وارد يا فندم جدا وارد إحنا كان يهمنا إيه؟ طبعما هنطبق تحصيل إلكتروني نراعي احتياجات المواطنين نيسر عليهم الأمر يعني قلت لحضرتك أهم ثلاث حاجات المواطنين بيحصل عليهم الأمان السرعة إن المعاملة بقتها سهل طيب معلش برضو تاني عشان نقول للناس المعلومة صحيحة القرار بيقول لو ما دفعتش إلكتروني أدفع عشرة في المية زيادة مضبوط يا فندم ده نص قرار ده نص قرار بس قد تحمل الأيام القادمة يعني للمواطنين أخبار سرة إهنا يعني عايزين سهولة التطبيق سهولة التطبيق ونخلي الأمور أكثر يسراً على المواطنين يهمنا زيادة الوعي قد تحمل الأيام القادمة أخبار سرة بخصوص هذه المواطنين دكتور حمد أنا أسف إن وقت خلص بس إحنا لنا حلقة تانية هنشوف فيها التطبيق ده إزاي المواطن تقبلوا أكيد وزارة المالية يعني بجد عمل خد منكم مجهود كبير لكن إحنا عارفين الفايدة اللي هتعود على بلدنا منه أتمنى إنه التطبيق على الأرض إن شاء الله يتم بسهولة ويوسر بإذن الله بس أنا أحب أضيف بس معلومة يهمني منهيش اللقاء إلا جير لما توصل المواطنين إن المدفوعات فوق العشر تلاف جنيه بتطبق فيها آلية أخرى من ضمن الأليات اللي إحنا بنطبقها هي آلية مدفوعة المواطن إن المواطن ما بيستخدمش الكارت على الجاف بوينتو بسين ولكن بيقوم بسادات هذا المبلغ في أحد البنوك اللي بتطبق معنا مدفوعة مواطن هو عددهم 18 بنك بفروعهم المختلفة ده جوة القرار برضو دي آلية من الآليات اللي أنا بطبقها القرار نص يا فندم زي ما وضعتها هي تطبق بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية لا يعني أنا لا أقدرش أدفع بالكارت اللي معايا الاقتماني 12 ألف جنيه لا إفندم ما تقدرش لازم روح أعمل إداع في البنك تعمل مدفوعة مواطن في البنك مدفوعة مواطن في البنك بس دي مش عملية لا مين قال يا فندم؟ يعني أنا لو عندي رسم عايزة أدفعه وأنا موجوده معايا الكارت في جيلي أنا عايز أقول له حضرتك هو يمكن الوقت بتاع البرنامج لم يتياثر لشرح كل الأليات إحنا خلصنا آلية منهم بس أنا عايز أقول حقيقي إن فيه آلية للجهات اللي بتمتلك قواعب بيانات للمتعاملين معاها واللي بيحصلوا على الخدمات منها بيتم ربط هذه قواعب بيانات بمركز الدفع وتحصيل تشجارة مالية وبنوتيح وسائل سداد وقنوات سداد مختلفة حتى لو حبيت تدفع أونلاين زي ما هو مطبق مطبق مثلا في مصلحة الضرائب والجمارك المصرية دي جهات عندها قواعب بيانات طيب معلش موضوع 10 تلاف جنيه ده شملوا القرار الحالي اللي إحنا بيطبق في واحد خمسة القرار لم ينص على حدود مالية الحدود المالية دي بتنظمها وزارة المالية وفقا للأليات اللي اختارت تطبيقها واخد بال حضرتك ده صرفت لكن ليس في صلب القرار القرار نص على تطبيق الوسائل الإلكترونية تفاصيل هذه الوسائل أنا بعرضها لحضرتك بس معلش عشان نقول المعلومة للناس صحيحة كل ما هو فوق العشر تلاف جنيه حتى الوسيلة الإلكترونية دي مش هتنفع لدفعه لازم نروح عامل بيها إيداع بنكي إيداع بنكي ده بناء على أمر التوريد اللي هيهتم إنشاؤه في الجهة وهيدو لك رقم الرقم ده حضرتك هتدفع فيه بأي البنك بمنتهى السهود طيب احنا محتاجين لقاء تاني بشكرك ومعتزل عاديش في الوقت انا اعتقد ان الوقت لما يتسنق لشرح معلوماتهم الوطنية اللي بنتمنى ان هو يمر بسلام ونرجع نتقابل مع حياتنا نشوف ايه الحاجات اللي وقفت قدامنا في هذا الأمر بشكو الدكتور حمدي حمد والحقيقة محتاجين فعلا نفهم أكتر ونعرف أكتر ونشوف المواطن زي هتقبل هذه الفكرة اللي هي في الصالح العام في صالح المواطن وفي أمان المواطن وفي صالح الحكومة وبتشيل من على عاطق الجهاز الإداري في الدولة يعني اللوت جامد جدا ومجهود ضخم جدا بعد فترة إن شاء الله من عودتنا من رمضان إن شاء الله نلتقي مرة تانية مع الدكتور حمدي لنعرف آلية التطبيق مشت ازاي وإيه الصعوبات وإيه الإيجابيات اللي كانت نتيجة تطبيق هذه الفكرة بشكركم وشكرا جزيلا إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة من الحال اليوم خليكم معا ترجمة نانسي قنقر